مرحبا بكم الناس في فيديو جديد اليوم جبت لكم ادباره لسيدي رمضان سبقوها ادباره الأولى ادبارتنا لليوم ان شاء الله جلبنا بالسوبيا و شربة شعير و سليطة كيفما العادة اول حاجة بش نبدأ بها اللي هي جلبنا بالسوبيا قصيت راس بصل بزيد شوية بصل بشي برانلنا راس كبير شوية معناتها قصيت السوبيا متاعي خصلتها و نظفتها و قصيتها و طوى بش نقليهم بالنسبة للعبد اللي متعرشت نحي السوبيا رو تغليوها شوية في الماء بش شوية مش برشة بش من ضايعوش كل القوم بتاعها بش نجمو ان نحيو لها كل القشرة الكحلة و نحيو لها كل العينين و تنظفوها بالقداء و قصيتها بسكين و تنظفوها و تنظفوها اول حاجة بش نقليها اللي بصل مع السوبيا بش سيبك الماء ذاك اللي بش نقلي فيها التماطم و بش من ما نمرقش بارشة معناتها من الأول هيدا نحكي بالنسبة للفيديوهات اللي جاية الكل ان شاء الله بقدرة ربي بش ننبرتاجي معاكم دي رسيت لشهر رمضان ان شاء الله رمضان مبروك عليكم نسكل اللهم بلغنا رمضان لا فقدين ولا مفقودين كيف ما قلتلكم سبق و بارتاجيت معاكم الدبرة الأولى اللي هي مرقة الخضرة و الشربة و السليتة المراثية بش نعملو جلبنا بسوبيا و شربة كل مره نعطيكم رسيت بش نعاونكم نرجعو للدبرة متاعنا البصل يجبو يتقلب بالكداء بالكداء مع السوبيا و بديت تخرج هيكا الريحة البنينا والفوحة نحضرو السبناخ متاعنا نقص السبناخ نغسلو نخليه يتسقطر نحضر الثوم اللي بش نحطو في المرقة متاعي لهنا ما نخليهم ما نخفلش عليهم ما نخليهم شي يتحرقوا معناتها بعد بش نمرق حتيت مغرفة تماتم متاعي و حتيت الهروس و بش نخليهم يتقليوا في هيكا الماء اللي سيبتو السوبيا و بش نزرق شوي اياما معناها افين بش نمرق شوي و نخليهم يتقليوا بالكداء بالكداء حتى نحيو القروسية متاعه تماتم و البصل متاعي يذبال بالكداء و الجلبانة روما نحطو هاش من الاول خطر تطيب في ساعة قبل السوبيا و من بعض و من بعض بش نحطو الجلبان متاعنا لهني بش نفوح ملاحة بعد ما تتقلى بالكداء بش نحط شوية فلفل احمر شوية تبلو كاروية شوية فلفل اكحل شوية كركم و نخلي التنجرة متاعي تتقلى شوية انا دجا زدتها شوية ماء بش الفاح متاعي ميتحرقشو جيني المرقم بعد بنينا و فوحة راني استعملت الهروس اذا كانت تحبوا نبرتاجي معاكم الروسات متاع الهروس متنسيوش تخليولي كومنتار كيف كيف اذا كانت تحبوا نبرتاجي معاكم فيديو كيفاش ننظفوا السوبيا متاعنا معانيتها بار ديتاي قولولي في كومنتار نكمل نفوح المرقة متاعي نخليها تتقلى شوية انا ما نحبش نمرق برشا من الول بش ما نضيعش البنة متاعك الفاح نقليها في شوية مادي ما نمرق بالسياسة و من بعد وقتها نحصل تتقلى والتنجرة تظهر لك من الول راو اذا كانت تجيك بنينة ولا لا من بعد بش نمرق و كيف ما قلت لكم الجلبان متاعكم اذا كانت ممكن جلينة تخرجوها تحطوها في ماء حتى يذوب هكا الثلج خاطر اذا كانت تحطوها بالثلج متاحرة و زيت الشوك متاع البرد والتنجرة سخونة بش يضيع لكم البنة متاعكم كل عادة نحب نقول لكم ديما نمرق بالماء الدافي و الا سخون ردوا بيكم تمرقوا تنجرتكم بماء برد من اهم الازاستوس بيش تجينا الماكلة بتاعنا بنينا هي الماء السخون و الدافي وبالنسبة للثوم الثوم انا نرحي لكي نستعملها في مرقتي ولا في المقرونة ولا لي هيا نحط النص و الا حتى اكثر شوية من النص في وسط معنيتها وين نطيب مش في اول من نفوح معنيتها في الوسط والباقي نتاع الثوم نرميه في اخر كي يبدأ هكا مازال دقائق و ندفي على الجاز نحط في الاخر شوية ثوم خاطر رهو هذي كي يبنن على الاخر بعد ما حتيت الثوم زيت امراقط خاطر بش نرمي جلبانه بتاعي نحط الجلبانة بتاعي بعد ما قلت لكم كانت مكانجلة اذا كانت مكانجلة عندكم تحلوها في الماء حتيت الجلبانة بتاعي باش نغتي توا ونخلي مرقتي تاخو طيب و طيب في عقلها كيف قريب ناطفي لاستيوس الثالثة اللي هي السبنيخ فما عبيد تحط معد نوسرا وكل واحد شني يحبي يحط بالنسبة للسبنيخ نرميه وش ملوه نرميه وها في اللخر باش المنافع متاعو كل تقعد ماي منضيعوش المنافع متاعو معناتها زرقت لها شوية ماء وخليتها تي طوائج طوائج البينامتاعي تابت باش ننقص في الغاز حتى تقر زيتها شوية نزيدوها كغراين الفلفل في اللخر ونعملوها رشة صغيرة فلفل اكحل اذا كان ذوقوا مرقتكم اذا كان نقصها شوية ملح باش تزيدوها وهذي هياتا ولتي حضرت لليوم قصيت صليتا حاتيت شوية زيتون هذي جلبانا بتاعي شربة ان شاء الله تكون عجبتكم دبارة اليوم ما تنسيوش لايك للفيديو اذا كان عجبكم تبرتجيوه مع اصحابكم وحبيبكم كيف كيف اللي عندو اي سؤال يخليلي كومنتار تحت الفيديو ولي يحب نبرتجي معاه رسيت كيف كيف يخليلي كومنتار اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا